ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي كل ما يخص رفع مكانة المرأة هل عم نحكي عن نشاطات اللي هي موسمية أو نشاطات اللي بالفعل تمتد على كل أيام السنة نحن في مجلس نعمات أميري منشتغل بعدة أصعدي واحدة من الأصعدي هي صعيد الخدماتي اللي فيه منقدم خدمات هدفها تمكين النساء ورفع مكانة النساء إن كان على صعيد الحضانات القائمة في منطقتنا عندنا حضانتين في الريني وفي يافت الناصري اللي هدفهن طبعا إعطاء كافة احتياجات الطفل بس كمان بالأساس تأمين إطار لإله من أجل تمكين النساء للخروج للعمل وللاندماج في سوق العمل بالإضافة لمركز التأهيل المهني اللي يقدم دائما دورات مهنية هدفها تأهيل نساء لاحتراف والامتهان مهن مختلفة والاندماج بسوق العمل من منطلق إيماننا بأن الاستقلالية الاقتصادية للنساء هي جانب من الجوانب يعني جانب أساسي لتمكين ولرفع مكانة النساء بالإضافة لنشاطاتنا الجماهيرية وعلى مستوى فردي وعلى مستوى جمعي يعني كمجتمع بشكل عام وبمجأة بنشاطاتنا الجماهيرية طبعا إحنا نوظف دائما كافة المناسبات والأيام السنوية ومنها يوم المرأة ويمكن هون مهم لإلي أكد أنه هو يوم اللي إحنا لحد اليوم ما منقدر نقول أنه يوم احتفالي هو يوم نضالي وهو يوم نضالي بإمتياز خاصة لما إحنا موجودين في وضعية اللي ما زالت النساء يعني تنتهك حقوقهم وبعانوا من أشكال مختلفة من الاتهاد والقمع تكفي أنه نذكر أمس يعني شابة 18 سنة من الليد ديانة أبو اقتفان تقتل كل يوم هناك ما يذكرنا بأنه هناك الكثير الكثير من العمل المرأة مش كثير والمجتمع بالتالي بالزبط لأنه وين المجتمع اللي فيه المرأة بوضع جيد هو مجتمع بشكل عام بشكل جيد ما اليوم المي يمكن هذا الوضع اللي إحنا موجودين فيه هو سببه أنه المرأة مش ماسكة يعني أماكنها تنقل في سدة الحكم ممكن إذا المرأة حكمت مزبوط بيكون الواقع مختلف وبيكون الوضع يعني إحنا نشهد في السنوات الأخيرة تحسن رهيب في مجال التعليم غالبية الطلاب العرب في الجامعات والكليات المختلفة الغالبية طالبات لكن للأسف هذا لا ينعكس لا في مجال العمل من ناحية مناصب وتبوء مناصب إدارية ولا من ناحية الأجور هذا لا ينعكس في التمثيل السياسي في الانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية 24 امرأة دخلوا للمجالس المحلية كعدوات مقابل 840 رجل وإحنا منحكي ما زالت النسبة قليلة جدا جدا بشكل يعني فيه فجوة كبيرة رهاملة حتى نبلش نسمع كمان من هويدة حديث وغناء بدي بس نتوقف عند موضوع النشاطات اللي اهتميتوا أنكم اتقموها لهذا اليوم النضالي نحن نقول على مستوى احتفال فقط ومهم أسألك عن استضافتك لجوقة الناصري بدون شك الاختيار مش من عبث يمكن فيه هيك سبب مهم وراء اختياركو لهالجوقة الرائعة مضبوط احنا اخترنا ومش بالصدفة انه نستضيف جوقة الناصري هاي السنة معنا لبعدها الرمزي كونها الجوقة اللي تشكلت في عام 49 تخيلوا يعني في سنة 49 تتشكل جوقة تشكلها نساء 8 نساء طلائعيات اللي كانوا منظمات في العمل السياسي وأسسوا حركة المنظمة النسائية الأولى اللي تشكلت بعد النكبة نهضة النسائية اللي كانت دعيت بالنهضة النسائية وفيما بعد تحولت لحركة النساء الديمقراطيات في هداك الوقت بيوم المرأة قبل سبعين عام وقفت هاي النساء إلى جانب رجال وأنشدوا نشيد النهضة النسائية بوقتها أعلن عن تشكيل هذه المنظمة وهذا كان سبب لإلنا اليوم إحنا في مجلس النساء العاملات والمتطوعات في نعمات إنه نستضيفهن بعد ما تم إحياء هذه الجوقة في السنوات الأخيرة ونسلط الضوء على مساهمة النساء في مجتمعنا إنه مساهماتنا وتحدياتنا هي مش نتاج للسنوات الأخيرة هذا إلى جذور أديم جدا بالضبط هاي مقولة فيها إحنا منقول لأنه النساء كانوا دائما متداخلات ومساهمات في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي اليوم وأمس وقبل سبعين عام عظيم ويدا كم مرة هيك صباح الخير صباح رفض والياسمين بشكل عام يعني بمحلات من هذا النوع أو أجساء من هذا النوع مثل الجوقات مش كثير هيك في البلد عندنا يعني متعارف علينا تكون جوقات مثلا نسائية أو ما إلى ذلك كثير مبشر بالخير أنه في إحياء لجوقة من هذا أنه حكي لي عن هاي الجزئية عن مشاركتك فيها عن وجودك ضمن نشاطات هذه الجوقات أول شي أنا بحب أقول أنه جوقتنا هي امتداد لجوقت الطليعة عمليا إحنا بلشنا من برنامج كان مفروض يكون له مرة واحدة اللي هو كان برنامج لتكريم ذكرى الموسيقار مشيل دير ملكينيان هاي تقريبا قبل عشر سنوات وهناك قلنا كل هذا العمل اللي عملناه الجميل الحلو اللي الناس تفاعلوا معه حرام أنه يعني يكون له مرة واحدة فقررنا وكان فيه دعم وقتها من بلدية الناصرة قررنا أنه نستمر وبالفعل استمرنا وجوقتنا بالفعل يعني ما يميزها إحدى ميزاتها خلينا نقول وجود عنصر نسائي بارز فيها هي طبعا جوقة طبعا من كل أطياف البلد خلينا نقول حتى فيه ناس من خارج البلد ويعني متعددة الأجيال ببرز فيها العنصر النسائي وخلينا نقول اللؤلؤة طبعا هون نساء المتقدمات في السن نحن يعني لو وجود هن فيه فيه معنى خاص وفيه هيك قيمة خاصة هويدة أنا شايفي صح على الشاشة أنه قائدة الفرقة حتى هي سيدة كمان هاد إشي مميز جدا وعن جد كتير حلو وإحنا مصررين وإحنا المشاهد العليل اللي أنا أول مرة بشوفها قائدة الجوقة هي المربي نبيلة أبو شقارة اللي إلها كمان تاريخ عريق في مجال الموسيقى صح مظبوط الجوقة كمان إحدى ميزاتها أنه بشتغل على يعني في عنا ثلاثي اللي بشتغل على الجوقة في عنا المدرب اللي هو لقاي أبو سني وعازف البيانو معنا الفنان طبعا لقاي أبو سني في عنا كمان الأستاذ لويس شوفاني اللي بدرب الصوت بيهذب الصوت وطبعا القائدة طبعتنا هذا إشي منعتز فيه ومنتنازل إش عنه أنه بدنا قائدة مرأة اللي توقف هيكة وقدام الجمهور كمان هذا بعطي شعور أنه المرأة إلها مكانها وإلها وجودها وبتقدر تكون في أي موقع رائح رائح أنا بدي بس أشاركك بشغل إستعمالي نوستالجيا وحنين للماضي اللي كتير بعيد لويس شوفاني الأستاذ لويس شوفاني وأستاذ الموسيقى تبعي في صف أول وثاني وهذه الأسامي اللي كتير بتذكرها فإستيك عملتلي نوستالجيا فضيعة أكيد أكيد ترك أثره فيه لأنه عنده صلوبه الخاص وعنده طريقته صحي وهذه تسمعين أي شيء؟ شو ما عليك شو محضر طيبنا في هذا الصبح كان شوي نغير الأشواء نصبح بالخير كمان على طريقتك الخاص على كل مشاهداتنا العزيزات هيك مقطع خفيف لطيف أنت بتختاريه كيالولي لازم أمسك هذا النوم بقدم لبلادنا كلمات محمود درويش والأغنية لإلي ألحاني بشغل مشترك مع أخوي إيها بن مير الموسيقى إيها بن مير جميل لبلادنا وهي القريبة من كلام الله صقف من سحاة لبلادنا وهي البعيدة عن صفات الإسم خارطة الغياب لبلادنا وهي الصغيرة مثل حبة سمسم أفق سماوي وهاوية خفية لبلادنا وهي الفقيرة مثل أجنحة القطاع كتب مقدسات وجرح في الهوية عافية هويتها ما أحلى هالصوت إسلامينا على هالصوت بالفعل والكلمات أكيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا إحنا يكب بدنا نأخذ يمكن منكم كلمات أخيرة بالفعل قبل ما نقفل هاي النافذة بالأساس كتير منحب نسمع كلماتكم الأخيرة لكل يمكن النساء اللي عم بيشار كلها عم بيكونوا جزء في كل هاي النشاطات اللي بيقوم فيها المجلس وأيضا فيها الجوقة ممكن مهم لإلي أنتز هاي الفرصة إنه أحيي كل النساء كل النساء في كل الأرض وأوجه لهم التحيي كبير يكونهم بالرغم من كل الصعوبات والتحديات هني يوم عن يوم عم بيثبتوا إنه هني شجاعات جدا وقادرات على اختراق كل الحدود وكل الحاجز وهذا يعني بيقول إنه لا شيء يمكن أن يوقفنا نحن مستمرات حتى نصل لما يعني نريد أن نحصل عليه جميل جدا هويدا كلمة أخيرة وسريعا جدا أنا أحب أقول لكل إنسان مرأة رجل شاب شابة إلحق حلمك لاحق حلمك ولما تقرر رح تلاقي القوة اللي تساعدك إنك تحققه بالذات للنساء بالذات للنساء أم لكل إنسان هذا ممكن يكون شكرا جزيلا بالفعل ريهام أبو العسل وهويدا نمر زعاتري على هاي نافذة اللي أكثر من رائعة يعطيكوا ألف عافي نورتونا موسيقى 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 موسيقى